السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم مجددا على قناة عربي بلسان فرنسي لتعلم اللغة الفرنسية خطوة خطوة إذا كانت لديك مشكلة في قراءة ونطق الفرنسية فهذه السلسلة همك فهي طريقة ممنهجة لتحسين القراءة والنطق من طرف منهج فرنسي معتمد ما عليكم سوى متابعة السلسلة من الأول للآخر وسجدونا فعلا تحسن واضح في مستواكم للقراءة والنطق للفرنسية إذن فلنبدأ على بركة الله ومع الحصة رقم 20 من سلسلة تعلم نطق وقراءة الفرنسية بشكل صحيح ومع الصوت شين سنرى الأمثلة ويتضح لكم الأمر جيدا ما عليكم إلا تكرار ما أقول وسأترك لكم وقتا للتكرار من بعدي إذن لنبدأ لاباش 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 نرى هذه التراكيب لاباش تعني الصيد شا 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 ش ش شو 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 شا 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 ش ش ش ش شو 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 لأحقق لكم النطق جيدا فإن الفرق ما بين النطق لهذه أكسن تسمى أكسن غراف وهذه أكسن سيركونفلكس أو شابو وهنا الفرق ما بينها وبين أكسن ايجي هنا تكون بنطق مقفل ش ش وهنا ش ش نقوم بفتح الفم ش هنا ش هنا ش ش هذا هو الفرق وكذلك هناك نطق آخر للتركيبة س يعني لن ننطقها حرف الشين سننطق حرف الكاف لكن ليس في هذا الموضع سنتعرف عليه لاحقا مثال على ذلك تكنيك تكنيك نكتب تشنيك ولكن نقرأ تكنيك لكن سنتعرف عليها فيما بعد التركيبة أل أل وتقرأ أل أل مثال ذلك ميشال 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 دو سال دو سال ويبعض الملح سال هو الملح دي كغامال دي كغامال دي كغامال وهو الكراميل يعني نوع منه الحلوى شاغل أل ميشال على بش شاغل أل ميشال على بش شاغل ميشال وهم أسماء لأطفال كما يبدو لكم في هذه الصورة هنا يعني في الصيد يقوم هنا بعمليات الصيد جيد هنا تعني القط الصغير الأسود أو القط الأسود الصغير البتي وهو الصغير شا وهو القط نواغ وهو أسود اللون الأسود نعم وهو الصيد لا وهو البقرة وهو الحصان جيد وهي تعني ملاء مقطع أو غطاء مقطع أندغاء تعني ملاء أو غطاء للسرير مثلا وهي مقطعة أو ممزقة وهي بعض الشوكولاتة عندما يقع مثلا كمية في الأكل قبلها فإنها تعني بعض يعني بعض من ذلك الشيء إن دوش وهو الدوش نعم وهي الدبابة ندوش ندوش دوش 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 هذا سؤال جيد نعيده مرة أخرى جيد وبمعنى هل أخذت يعني دوش هل استحممت أو أخذت دوش أجاب هو نعم نعم نعيدوا بسرعة روني أخذت trop de شوكولات جيد يعني روني أخذت الكاتير منا أشوكولات أخذت تعني أبي لا يذهب إلى الصيد نقراش 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 جيد وتعني لا تبسق يعني يخرج اللعب من الفم نقراشي 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 لا تبسق نقراشي نقراشي لا تبسق لا تبسق لا تبسق لا تبسق جيد نقراشي 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 إلي طاغ منا ديبشتوا إلي طاغ منا ديبشتوا إلي طاغ جيد وتعني منا أسرعي الوقت متأخر إلي طاغ كما سأوضع هنا الكثير من الحروف جاءت في الأخير لكنها لم تنطق مثل أغ لم ننطق دي وكذلك سي في طبع وكذلك هناك بي لم ننطق بي وكذلك هناك بخي لم ننطق تي بخي لم ننطق تي كذلك هناك درا لم ننطق بي نطقنا درا لكن في المقابل نطقنا بعض الحروف رغم أن أتت في الأخير مثلا مي شال مي شال نطقنا ال وهناك كذلك نواغ نواغ تم نطق اغ في الأخير يعني كما أقول دائما أن اللغة الفرنسية لغة سماعية كذلك شوكولة لم ننطق تي كذلك بخي لم ننطق أس وهكذا هناك الكثير من الأشياء يمكنك معرفته فقط بالسماع وكذلك هنا شو فال نطقنا ال رغم أن لا يوجد خلفها أي حرف متحرك يعني عليك أن تسمع الكثير والكثير من الفرنسية ننتقل إلى التركيبة شاغ 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 شواغ شواغ لكن هناك استثناءات بعض الأحيان تجد مثلا هذه التركيبة في آخر الكلمة سننطقها مثلا كالأفعال سننطق ش ش لأن اغ تقرأ أي إن كانت في الآخر في بعض الأحيان وكثيرا تجدها في الأفعال أتو أمو شواغ نقوم بإلصاق هذه التركيبة أتو أمو نقوم بالسؤال بالعكس تيا أمو شواغ تيا أمو شواغ ويتعني ألديك من ديل مشواغ أمو شواغ وهو من ديل مشتوى 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 وهي نظيف أنفك أو امسح أنفك وهو أمر مشتوى شواغ 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 أمو شواغ شواغ جيد وهي أمينة تبحث عن كورتها شواغ 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 ويتعني شواغ أعطى شواغ مع أصدقائكم لتعم الفائد وكذلك إذا كان لديكم أي اقتراح أو تساؤل يمكنكم طرحه في التعليقات وإلى موضوع لاحق أترككم في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة